التمرين رقم ستة وثلاثون او بي سي مثلث كيفي او بي سي مثلث كيفي او فتح نظيرة او بالنسبة الى بي بي فتح نظيرة بي بالنسبة الى سي سي فتح نظيرة سي بالنسبة الى او او فتح نظيرة او بالنسبة الى بي بي فتح نظيرة بي بالنسبة الى سي C فتحة نغيرة C بالنسبة إلى A احسب مساحة المثلث A فتحة بفتحة C فتحة المثلث الكبير بدلالة مساحة المثلث ABC المثلث الصغير نتفق على شيء وهو نظرية نتفق على نظرية الآن عندي مثلث هذا مثلث كيفي مثلث كيفي عندي متوسط المتوسط هو مستقيم يشمل أحد رؤوس هذا المثلث وينصف الظلع الآخر ينصف الظلع الآخر في الحقيقة هذا المستقيم عنده خمس خواص عنده خمس خواص الخاصية الأولى أنه ينصف القطعة الخاصية الثانية أنه ينصف ينصف المساحة ينصف ينصف القطعة وينصف المساحة إذا كانت المساحة هذه S إذا كانت المساحة هذه S هذا المثلث مساحة S فهذا المثلث كذلك مساحة S معناه مساحة المثلث هذا نفسها مساحة المثلث هذا إذا هذا المتوسط يقسم يوسط القطعة ويوسط المساحة يوسط القطعة ويوسط المساحة الآن هذا المتوسط سيكون هو الذي سيتحكم في حال التمرين الخاص بنا التمرين الخاص بنا هناك سبع متوسطات هناك سبع متوسطات وهناك سبع مساحات واحد اثنان ثلاث المثلث في سبع مساحات واحد اثنان ثلاث اربعة خمس ستة سبعة بهذه الخاصية بهذه الخاصية كل المساحات متساوية بهذه الخاصية كل هذه المساحات متساوية هذه المساحة تسوي هذه المساحة الى اخرى. نبرهن ذلك. نبرهن ذلك. لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة? لان هذا المثلث فيه المتوسط هذا. لان هذا المثلث فيه المتوسط هذا. برهن تساوي تعالي. لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة? لان هذا المساحة تساوي هذه المساحة. لاننا نتخيل المثلث هذا فقط. هذه المساحة تساوي هذه المساحة لان هناك مثلثا وهناك متوسط. برهن هذه. نبحث عن مثلث اخر وعن متوسط اخر. لاحظ هذا المثلث. لماذا هذه تساوي هذه? لانني اتخيل المثلث هذا فقط. في هذا المثلث. في هذا المثلث هذا متوسط. برهن تساوي هذا المثلث. هذا المثلث فقط. هذا المثلث. هذا المثلث. فيه المتوسط هذا. اذا برهن هذا يساوي هذا. لاحظ كل المساحات متساوية. رياضيا كيف اكتب هذا الكلام? عندي كيف اكتب هذا الكلام? اذا. اس واحد يساوي اس اثنين. اذا. المثلث هذا يقسم الى سبع مساحات. لماذا المساحة الاولى تساوي المساحة الثانية? لان هناك المثلث بي سي سي فتحة. بي سي سي فتحة. والمتوسط ابي. لماذا اس اثنين تساوي اس ثلاثة. اس اثنين اس ثلاثة. ا افتحة سي فتحة ا ا افتحة سي فتحة. والمتوسط بي سي فتحة. بنفس الطريقة مع اس واحد تساوي اس اربعة الى بقية المساحات. لاحظ الآن S1 S2 S2 S3 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 تسوي S4 S2 S1 تسوي S4 S1 تسوي S6 S4 تسوي S5 معناه لو نجمع هذه المعلومات سنجد كل المساحات متساوية من S1 إلى S7 وكلها مساحة تسوي مساحات المثلث ولهذا سيكون سبع مرات مثلث كيفي A B C مثلث كيفي A B C مثلث كيفي A نظرة B A فتح نظرة A بالنسبة لB B فتح نظرة B C فتح نظرة C A A فتح نظرة A بالنسبة إلى B B فتح نظرة B بالنسبة إلى C C فتح نظرة C بالنسبة إلى A أحسب مساحات المثلث A B A فتح بفتح C فتح بدلالك المثلث A B C A فتح B Fتح C Fتح A Fتح B Fتح C Fتح بدلالك المثلث هذا الفكرة ما هي الفكرة في خاصية المتوسط المتوسط يقسم المساحة يقسم مساحة المثلث إلى قسمين متوسط يقسم مساحة المثلث إلى قسمين كيف لاحظ معي لاحظ معي كيف نفرض مساحة الأولى هذه مساحة الأولى مساحة المثلث هذا A هذه المثلث مساحة هي S مساحة هي S ستكون نفسها مساحة المثلث A صفتها B A صفتها B هذا لأن هذا متوسط في المثلث هذا هذه خلاص إذن الآن لماذا لماذا هذه لماذا هذه تساوي هذه لماذا لأن هذا B A متوسط في المثلث C B صفتها لماذا هذه نفسها هذه لماذا لأن C فتح B متوسط في المثلث C فتح A فتح A نزيد لماذا هذه تساوي هذه لماذا هذه تساوي هذه لأنه كان المثلث A B بفتح هذا المثلث هذا المثلث هذا المثلث A B بفتح A هذا المثلث فيه المتوسط A C سيقسم المساحة المثلث إلى قسمين إذن المتوسط يقسم مساحة المثلث إلى نسمين متساويين فيكون هذا نفسه هذا بنفس الطريق لماذا لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة لأن هناك مثلث آخر ومتوسط آخر لاحظ المثلث بفتح C C C فتح B هذا المثلث قسمه المتوسط B إلى نسمين متساويين فأصبحت هذه المساحة تساوي هذه المساحة نفس الشيء نبحث عن متوسط آخر وعن مثلث آخر مثلا نشوف آآ نشوف المثلث هذا B فتح B هذا A فتح وهذا هذا عنده آآ متوسط سيقسم المساحة إلى نصفين متساويين إلى نصفين متساويين الآن لماذا المساحة هذه لماذا المساحة هذه لماذا المساحة هذه تساوي المساحة هذه الجواب لأن هناك مثلث A A فتح C A هذا المثلث والمتوسط C B قسم المساحة إلى نصفين متساويين نزيد نشوف لماذا هذا يساوي هذا قلناها منذ قليل لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة لماذا لأن هناك مثلث وهناك متوسط هناك المثلث هذا هذا المثلث هذا المثلث هذا المثلث فيه المتوسط A فتح C يقسمه إلى نصفين متساويين الخلاصة ما هي مساحة المثلث الكبير ما هي مساحة المثلث الكبير سهلا عندي 1 2 3 4 5 6 7 7 من المثلث الصغير إذن المثلث الكبير يساوي 7 مرات المثلث الصغير نستطيع أن نتأكد بجيو جابرا جيو جابرا يعطيني المساحة يعطيني مساحة هذا المثلث باللمسة Area مساحة المثلث الصغير 14 وهذه 8 ندير 14 في 7 ندير 14 في 7 14 في 7 أجيت وها 8 صحيح إذن فعلا مساحة المثلث هذه 7 مرات نحاول نبدل مثلا 11 وهي ورها 10 هاي ورها 10 مثلا هكذا 10 11 في 7 وهي 70 فصل في 7 إذن مهما غيرت 18 في 7 127 نغير كما نحب طبعا تبقى دائما المساحة المساحة تساوي 7 مرات كما نحب نغير نغير كما نحب نغير نغير مثلا نعدلها 20 20 في 7 140 هاي ورها 20 نحاول نعدلها هاي ورها 20 في 7 140 هاي ورها إذن دوما مساحة المثلث الصغير تساوي 7 المثلث الكبير أو أقول المثلث الكبير يساوي 7 مرات المثلث الصغير انتهى الفيديو المثلث المثلث المثلث